مهم لكن عندنا بيراميس بكرة توقعات كل ماتش بكرة كابتان أبو مسلم احنا لسه طبعا فريق لسه جديد العهد في البطولات الأفريقية لا وبرمز الفترة فاتت ماشي بمستوى كويس يعني كويس في الدور بسم فيه تزابزو في المستوى خلي بالك في دور المصر يعني دور المصر المدير الفني مرة تلاقي الفرقة بشكل كويس بس أنا أنا عن نفسي مش شايف له أي بصمة موجودة في الدور المصر لجلنا نتكلم تخلي بالك كل مدير فني ليه سيستم نتكلم عليه أو ليه سياسة بيشتغل عليه أو شكل معين أو شخصية بنيتكلم على شخصية الفريق الموجودة لجلنا نتكلم مثلا كارترون كان عامل شخصية بيقفل بالدفاع بشكل كبير ويعتمد على الهجمات المرتدة ويعتمد من نص ملعب بيعمل زون بيقفل نص ملعب بشكل كبير ندل أهل نفس الكلام رجل اللي جلنا نتكلم اسلوب لقى وبترى يا بانا فاروق الرجل بيراميس لا الموضوع مختلف تماما ما شفتش أي خط يعني أي حتى جمل أو أي شكل أو حتى أي تاكتك موجود في الملعب حتى كل اللقاءات اللي بيكسابة برمس حتى في الدورة المصري كلها بتبقى فردي يعني مثلا عبدالله السعيد هدف بيجيبه الشوطة فاول جون أنطوي بكروس باس بيروح داخل قطع العرضة برغيبة فما شفتناش شغل تاكتك بشكل كبير شوما لو ركزوا كابتن وائل بكرة هيعملوا يعني تاريخ ليوم كبير تبص بها منذ خد بالك أداءه في أفريقيا غير أداءه في الدورة يعني إحنا حتى لما كان سيحنا برضو كورونا غير يعني الأول يعني هو كان الأفريق داخل لبالك كان يبله كورونا ما أنا متكلم عليه على اللي أنا شفته حتى بيرامدز لما كان أداءه متزابز في الدورة كنت تيجي تلاقي في أفريقيا مختلف تمام كان بيكسب بره ويكسب جوه كان نتاج مختلفة تماما فممكن يكون هو برضو عنده تركيز إنه هو ياخد البطولة دي خد بالك فاللي أنا شفته بما صبك إنه لا بيرامدز بيركز في طولة أفريقيا بشكل كويس يقدر يعيد حساباته بشكل كويس عنده لعيبة ورده خد بالك آه هو حديث لكن عنده كل اللعيبة خبرات خد بالك لا ده فيه لعيبة ما شاء الله عليها يعني لعيبة لعبة أهلي ولعبة زمالك ولعبة اسماعيل انت بتتكلم في لعيبة عندها خبرات بشكل كبير لا يقدر يحسم الجيم شكل كويس إن شاء الله بو خلطة فيك بتماما شاء الله